تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاة رامية لتوفير السلع الضرورية ومرعاة أسعارها وقع أكثر من 200 تاجر على وثيقة تعهد بعدم رفع الأسعار لشهر رمضان المبارك وتأتي هذه الوثيقة تماشيا مع الخطط التي وضعتها الحكومة لهذا الشهر الفضيل بقيادة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء والتي تشدد على ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين بسعار مناسبة وتقطية الاحتياجات عادة سنوية في إطار شراكة مجتمعية تؤكد الحرص على الاستمرار في تحقيق كل ما فيه خير وصلاح الوطن والمواطن ولكل من يقيم على أرض مملكة البحرين وثيقة الأسعار وقع عليها هذه السنة أكثر من 200 تاجر أغذية وتعهدوا بها بعدم رفع الأسعار لشهر رمضان المبارك وأكدوا التعاون والالتزام والحرص على مراعاة احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل فهذه الوثيقة تترجم الجانب الديني والإنساني المتأصل في مملكة البحرين لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أكدت على توفر مخزون كافي من اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان وذلك بفضل التجاوب السريع للتجار والشركات العاملة في البحرين مع احتياجات السوق المحلي والذي نعكس بشكل إيجابي على المستهلكين والتجار من خلال بدء التنافس لتقديم العروض الترويجية وإجراء حملات متعددة ومتنوعة منذ بداية الأسبوع الأول وحتى نهاية الشهر الفضيل بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك وسط إجراءات تنظيمية بإشراف من وزارة التجارة والصناعة وعمل مستمر من قبل وزارة الصحة لفحص الأغذية بهدف تسريع عملية مناولة البضائع والمواد الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل تدبير وإجراءات تتبعها الحكومة مع كافة الجهات ذات صلة تؤكد الحرص والمسؤولية على إبقاء السوق المحلي البحريني في حالة استقرار بما يرضي المستهلك والتجار على حد سواء